ترند مصر دلوقتي وانا معاكم مرتضى منصور ليس له صفة في الزمالك ده ترند مصر على تويتر الترند اللي على تويتر دلوقتي مرتضى منصور ليس له صفة في الزمالك وده شيء مهم جدا وبيعكس حاجات مهمة للغاية هتقول لي ماذا يعني ان المغردين على تويتر في مصر يطلقوا هاشتاج مرتضى منصور ليس له صفة في الزمالك اقول لك ان النهاردة كان في امور كثيرة جدا والناس دايما بتتفاعل مع الاحداث يعني الناس دايما بتتفاعل مع الاحداث المهمة والناس لسان حال المجتمع ودايما وابدا هم بيبوا اصحاب الكلمة المهمة والكلمة الفصل اهو نمر واحد على تويتر مرتضى ليس له صفة في الزمالك ده نمر واحد على تويتر اهو زي ما انتو شايفين اهو نمر واحد على تويتر مرتضى ليس له صفة في الزمالك ماذا يعني مرتضى ليس له صفة في الزمالك وأنا حبيت أبدأ بهذا الهاشتاج وياريت نفعله ويزيد معانا على طول يعني كمانه مازال متصدر جاءني الآن كمانه مازال متصدر على تويتر أهو دلوقتي من دقائق مرتضى ليس له صفة في الزمانك والتاني على مصر يريس أرجوك الطلاب بتموت لأن الناس معترضة على قرارات وزير التعليم العادي فالمتصدر مصر دلوقتي مرتضى ليس له صفة في الزمانك يشاء السميع العليم وقبل ما أروح للتفاصيل وأنا أكلمك وأقول لك الهاشتاج اللي على تويتر والمتصدر مصر مرتضى ليس له صفة في الزمانك يشاء السميع العليم أن يزيق مرتضى من نفس كأس المر الذي أذاقه لكل الناس على مدار سبع سنوات مرتضى منصور فجأني بعد هذا الهاشتاج اللي كسر الدنيا ومتصدر مصر بأنه يتحايل على الشرعية وكأننا في زمن الإخوان الشرعية والملخية والتألية والمهلبية والكلام ده كله راح كتب ردا على هذا الهاشتاج لما لقيه متصدر مصر وده هاشتاج متصدر مصر بأيد الناس وليس مفعل بالمال ولا متمول بالريالات والدولارات ولا الجنين مصري ولا اليورو ده هاشتاج حال الناس الناس بنفسها ما فيش حد لي دخل في أنه يبقى نمر واحد على مصر دلوقتي مرتضى ليس له صفة في الزمانك فجأت بيه بعد هذا الهاشتاج بيكتب على صفحته المستشار مرتضى منصور أهو بيكتب على صفحته أهو أوريكم عشان بس تعرفوا المفارقات وكيف يكون انتقام الله الذي هو أهم بكثير من عدل الأرض عدل الله وعدل السماء أهم بكثير من عدل الأرض بص ده كتبه مرتضى منصور بعد الهاشتاج متصدر مصر وكسر الدنيا المستشار مرتضى منصور مش ما يهمنيش هو كتبية ولكن أنا عايزة أرى لكم أول صفرين المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمانك الشرعي المنتخب خلي بالك رئيس نادي الزمانك الشرعي المنتخب شرع ازاي وانت بر النادي شرع ازاي والنهاردة بتاخد ضربة قاسية وقاسمة خلينا أقول النهاردة ضربة جديدة بنوجهها لمرتضى منصور قبل هذا الهاشتاج وحد الله وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول لا إله إلا الله ودي جامد عشان جامد لسه ما خدش النهاردة مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية أصدر حكما تاريخيا بعد الاستئناف الذي كان مقدما من نادي الزمانك ببقضان لائحة مرتضى منصور وخلي بالك لا تقول لائحة نادي الزمانك لأن دي مش لائحة نادي الزمانك دي اللائحة المزورة اللي عملها مرتضى منصور حيث جاء الحكم التاريخي كالآتي قضت محكمة التسوية والتحكيم الرياضي ببقضان اللائحة الجديدة التي اعتمدها مرتضى منصور رئيس النادي السابق المعزول والتي اعتمدها في عام 2018 بسبب واقعة التزوير يعني مرتضى مزور ده مركز التسوية والتحكيم بيقول كده بسبب التزوير وكان مجلس ادارة نادي الزمانك قد ألغى اللائحة التي أقيمت عليها الانتخابات وأجرى جمعية عمومية أخرى باطلة غير من خلالها لائحة وتضمنت إلغاء منصب النائب الثاني فضلا عن إضافة قرار محكمة القضاء الإداري أن قرارات الجمعية العمومية نافذة بذاتها وهو القرار الذي صدر من المحكمة في ديسمبر 2018 في حين أن الجمعية العمومية كانت قد عقدت في 23 أغسط 2018 أي أنه ضم قرار صدر بعدها بأربعة أشهر في واقعة تزوير أقرها الحكم وبناء عليه قرر مركز التسوية والتحكيم إبطال اللائحة وإلغاءها الموضوع الليحة وإلغاءها ده موضوع كبير جداً وكارثة ولكن أنا صعبان علي مرتضى منصور شوف إحنا عدنا من 2011 لغاية ما ميشي هذا الرجل من نادي الزمالك نقالب باحترام قرارات الجمعية العمومية ونقالب بشرعية هاني العتال كنائب رئيس لنادي الزمالك وعبد الله جورجي كعضو لمجلس إدارة نادي الزمالك وكلهما منتخب وكان في كل مرة مرتضى منصور يخرج علينا بلسانه طويل يسب ويلعن ويقول أنا ما عنديش نائب رئيس اسمه هاني العتال ولا عندي عضو مجلس إدارة اسمه عبد الله جورج لم يخرج هاني العتال مرة في بيان أو في لقاء تلفزيوني أو في حوار هاتفي أو في تصريح عبر سوشيال ميديا أو انترنت وقال أنا النائب الشرقي مفيش مرة غير الراجل بكل احترام وتقدير ذهب إلى مركز التسويت والتحكيم وأراد أن يأخذ حقه بالقضاء والمحكمة لا قال أنا نائب شرقي ولا أنا نائب مش شرقي ولا الكلام ده كله بالأكس إحنا الإعلام كنا دايما بنقول النائب الشرقي هاني العتال فيرد علينا مرتضى منصور ويقول ما عنديش حد اسمه هاني العتال نقول عضو مجلس الإدارة الشرعي عبد الله جورج فيرد يقول ما عنديش حد اسمه عبد الله جورج في تطاول وفي يعني تعدي صارخ على حق الجمعية العمومية التي انتخبت بالألاف هاني العتال وانتخبت بالألاف عبد الله جورج لم يحترم مرة الجمعية العمومية ولم يحترم مرة قراراتها ولم يحترم حتى انتخاباتها واختياراتها ولم يحترم حتى أعضاء النادي وإنما تذكر مرتضى منصور الجمعية العمومية وتذكر احترامه لأعضاء الجمعية العمومية عندما أصبح بلا صفة وملوك لازم مع نادي الزمالك ولازم الكوية فالنهاردة يشاء السميع العليم أن يزوق من نفس الكاس كان يحلم بالحصول على حكم في هذه اللائحة وعلى الرغم أن المستأنف هو نادي الزمالك والذي استأنف نادي الزمالك وقت أن كان مرتضى منصور رئيسا للزمالك قبل أن يعزل ويقمد وكان الاستئناف حق أصيل له وتقدمت بالاستئناف الشؤون القانونية وقتها ومدير الشؤون القانونية محمود خالد وقبل الاستئناف وأوقف حكم البطلان لحين النظر في الاستئناف وطعن المقدم من نادي الزمالك وقبل وقتها طعن وتم الاستئناف على الحكم النهاردة صدر هذا الحكم التاريخي ليصبح مرتضى بلا صفة ولكن ليس فقط بلا صفة وإنما عد معي ماذا صنعه هذا الحكم التاريخي مرتضى منصور أصبح بلا صفة وتفاعلت جماهير الزمالك مع الحكم وتفاعلت مع أعضاء الجمعية العمومية وأطلقوا هشتا كاوم الشهير منذ ساعات ليتصدر مصر حتى الآن مرتضى منصور بلا صفة ليحكم أعضاء الجمعية العمومية والجمهور على مرتضى منصور بالنهاية ويطلق عليه آخر رصاصة رحمة بالقانون فلم يعد بعد هذا الحكم لمرتضى منصور أي صلة بنادي الزمالك إلا كونه عضو جمعية عمومية وهذا مضعون فيه وربما يصبح بلا عضوية حتى لنادي الزمالك ليصبح مقرودا معزولا مجمدا وعضويته العاملة على المحك تنتظر قرارا بين حين وآخر هذا الحكم التاريخي الذي جرد مرتضى منصور من كل مناصبه في الزمالك كرئيس لنادي الزمالك ورئيس لقناة نادي الزمالك ورئيس للموظفين في نادي الزمالك وكل حاجة يعني هو كان كل المناصب في نادي الزمالك هذا الحكم جرده نهائيا من هذه الأمور والدانة انتصار جديد يحتفي به اليوم معكم العبد الفقير إلى الله عبد الناصر زدان وأنتم معي حيث أن هذا الحكم أصبه الزاما على مرتضى منصور رد 670 مليون جنيه فوارئ عضويات وعضويات استثنائية قدمها مرتضى باستثناءات غير قانونية لمحاسيبه وأصدقائه وبعض أعضاء مجلس النواب شوف الحكم ده عمليه للزمالكوية وقاب له مية حقوق أول حاجة أو تقف زمالك ما فيش مرتضى منصور تاني حاجة الليحة المزورة دي كان فيها أن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار وقراراتها نافذة لا يقعن عليها ورغم دخل قرار بالتزوير أن الجمعية العمومية وافقت على الأضويات الاستثنائية علشان يحرق النيابة العامة ونيابة الأموال العامة ولما يتحقق معاه في ضياع أموال نادي الزمالك فيما يخص الأضويات يقول أنا عندي قرار جمعية عمومية والليها بتقول القرارات بتاعت الجمعية العمومية نافذة وبناء عليها الأضويات تحصنت وأخذت وضع قانوني بقرار الجمعية العمومية وتحصينها من قبل الجمعية العمومية الهدى مرتضى منصور مطالب هو ومجلسه برد ستمية وسبعين مليون جنيه تخيل أنت عضويات استثنائية بس فيها إهدار ملعام ستمية وسبعين مليون جنيه مؤمن ستمية وسبعين مليون جنيه بانت بس بهذا الحكم أصبح لزاما على مرتضى منصور وكل من خطت يده وكل من شارك معه وكل من تآمر معه على الزمالك أن يرد ستمية وسبعين مليون جنيه فوارق الأضوية الاستثنائية دي تاني حاجة تالت حاجة وسمعني بقية يعني لتباختك يا فكرية سمعني والنبعك اللي توحشناها وسمعني يا سواد السواد ويا ليلة قهل ويا ليلة وقران إيه هو اللي جاي بقى كان مرتضى منصور قد وضع في هذه اللائحة أنه غير مسؤول كرئيس للنادي عن أي مخالفات تظهر وأن تلك الأمور تخص الموظفين وأنه لو ظهر أي مخالفة في أي وقت لهو ولا مجلس الإدارة لهم علاقة ويعاقب الموظف الغلبان بالحبس بالغرامة بالفصل من عمله بأي عقوبة وكان محصنا لنفسه بأن أي مخالفات من المخالفات التي أقرتها اللجنة المشكلة وتحقق فيها النيابة الآن مرتضى منصور كان عايز تند على هذه اللائحة المزورة الباطلة بأن فيها بند بيقول رئيس النادي ومجلس الإدارة ما لهمش علاقة بأي مخالفات والندية من صميم اختصاصات المدير التنفيذي والسلطة التنفيذية بحكم بطلان اللائحة اليوم أصبح مرتضى منصور ومجلسه شريك أساسي يحاسب على كل المخالفات التي ظهرت في النادي والتي أعلن عن بعض منها في حيثيات الحكم الصادر برفض عودته للنادي والتي هي غير مؤلن عنها وما زالت سرية لا يعرفها إلا الوزير والنيابة سمعني ادي جامد عشان جامد لست مخدش والنبي سمعني بس ادي جامد عشان جامد لست مخدش حكرا لما يقولوا لك عبد النصر زدان بيكره الزمالك قلهم يا كذبين يا أفقين لما يقولوا لك عبد النصر زدان بيهد الزمالك قلهم حاسبي الله ونعم الوقيل لأن كانت الحملة لتشويه عبد النصر زدان وإظهاره بأنه كاره للزمالك وبيهد الزمالك كانت ضمن مجموعة حملات تعتمد على أن مرتضع يأخذ حكم بالرجوع وفي الآخر ما خدش الحكم وبالصلاة على النبي برا النادي والمحكمة أيدت قرار الوزير بتجميده كان يعلق أمال على اللائحة إنها لا تبقل وبالصلاة على النبي اللائحة النهاردة صدر بحقها حكم تاريخي وأصبحت باطلة بل أن القاضي الجليل حكم عليها بالتزوير واتهم مرتضى منصور ومجلسه بالتزوير والتدليس وإدخال بعض الأوراق في غير مواعيدها للتدليس والتزوير والدهكة على اللجنة الأولمبية فكان لازم يضربه في مصدقية عبد النصر زدان إزاي عبد النصر زدان يب هو اللي وقع مرتضى منصور وجد مناخيره الأرض هو اللي معاه هو واللي معاه فلازم نعمل حمل التشوير لو قلنا عبد النصر ضد مرتضى لا نخسر القضية لازم نقول عبد النصر ضد الزمالك لازم نقول عبد النصر بحرب الزمالك وعبد النصر أبض التمن من الخطيب مرة وعبد النصر أبض التمن من قبر مرة وعبد النصر مش عارف راح فين مرة وعبد النصر مش عارف أبي المين مرة ونرافض الرد لاني كنت عايش حلم ان يخرق قرار بؤمان اللائحة واعتماد اللائحة بانها مزورة واعتماد اللائحة والحكم عليها بالتزوير يعني النهاردة احنا بنعتمد تزوير اللائحة وبالتبعية بؤمان اللائحة وفضيحة المفتوحين وسمعين زغروتة يا مونيازي على كان الحق لما بيرجع الصوت بيعلع وبيلعلع تعرف تقول دي سمعين زغروتة يا مونيازي على كان الحق لما بيرجع الصوت بيعلع وبيلعلع واحد صديقي قال لي انا ارى حدي صديقي جدا يعني وراجل حجة برجع له في حاجات كتيرة جدا وبأخذ بنصائحه قال لي ارى انك انت لا تقف كثيرا عند موضوع الحكم لان الضرب في الميت حرام وما عدش له قيمة فعدت مع نفسي قلت انا مقتنع ان انا ما قفش كثيرا عند الحكم ولكن مين اللي عايقل للناس ويواقيهم ابعاد هذا الحكم فعشان كده مش عايز اضول ولكن عايز اوضح لكم بقمان اللائحة النهاردة الحكم التاريخي على مرتضى بلا صفة الزم مرتضى ومجلسه برد ستمية وسبعين مليون جنيه للزمالك اللي مش لاقي يقدد لساسي للزمالك اللي عرضت تشيرتات للبيع للزمالك اللي سابوه من غير ما يده حق اللحيبة للزمالك اللي سابوه مديونه مدمر للزمالك اللي ضيعوا امواله ودمروا ثلاثة مليار جنيه او يزيد في سبع سنوات للزمالك اللي بيعاني حتى من كسرة العمال والموظفين اللي عينوهم مجملة ومش لاقي حتى المرتبات للزمالك اللي يعاني ولكن الزمالك العظيم يمرض ولكن لا يموت مدام في عدل لا يموت الزمالك ومدام في حق لن يموت الزمالك ومدام في ناس بتتكلم كلمة حق لن يموت الزمالك عدوا تسمع طبعا الصدمة قاسية لان النهاردة الاعلام كان مجغولا بمباراة الاهلي وسمبة التنزاني وكان مجغول بمباراة الزمالك وتنغيس السنغالي فلم يأخذ الحكم حقه في الدراسة يعني محدش قال للناس ايه محتوى الحكم ولا شرح للناس ابعاد الحكم عشان كده حبيت اخذ الدبع ساعة او التلت ساعة الاولى اشرح لكم يب مرتضى بنا صفة العضويات الاستثنائية فيها اهدار من عام 670 مليون جليا اصبح لزاما على مرتضى ومجلسه ان يرد هذه الاموال واصبعت هذه الاضويات المستثناء لازم تدفع الفوارئ لان في ناس كتيرة جدا حصلت على استثناءات وهي ليس ذات صفة ولا تستحق هذه الاستثناءات يعني الاخوة الصحفيين لهم الحق في الاستثناءات الاخوة القضاء لهم الحق في الاستثناءات اثر الشهداء الافاضل لهم الحق في الاستثناءات ضباط الشرطة لهم الحق في الاستثناءات رجال القوات المسلحة البواسل لهم الحق في الاستثناءات جميع الهيئات القضائية لها الحق في الاستثناءات ولكن الباقي بقى اللي دخلوا وسط دول لازم كل واحد يدفع اللي عليها ويكمل باقي فلوس الاضوية وبكده ابشرك اني عيدخل لخزينة نادي الزمالك بعد هذا الحكم ملايين الجنيهات كفيلة بحل كل الازمات خلاص اي حد وقت اضوية مستثناء تعالى انت ضمن الفئات المستثناء لا تعالى ادفع اعطوا مجلس النواب ليس لهم الحق في الحصول على استثناءات تعالى يا بابا تعالى يا حبيبي تعالى ادفع الزمالك اللي عليك تعالى سدد دينك تعالى ادفع الزمالك حقه خليه شوف مصانعه لان في ناس كتيرة حصلت على استثناءات وهي ليس ذات الحق في ذلك وناس كتيرة جملت وناس عملت اضويات بخمس تلاف جنيه وناس عملت اضويات بعشر تلاف جنيه وناس عملت بمبالغ وسددت المؤدم وراحت ما سددتش الاقصاب واستثناءها مرتضى منصور ليصل اجمالي المستحق على هذا المجلس حيث اهدر في الاضويات فقط ستمية وسبعين مليون جنيه ستمية وسبعين مليون جنيه في كلمة قلتها على مدار اربع سنين غلط عشان كده كان لازم يشوه عبد النصر زدان عشان كده كان لازم يتعامل على عبد النصر حملة ظلم انه بيقره الزمالك والزمالك تجراسي وفوق دماغي هو وجماهيره عشان كده كان لازم يتقال ان عبد النصر زدان كاره للنادي وكاره للكيان عشان لما الاحكام تطلع ما فيش غل عبد النصر اللي اشرح على الناس فالناس ما تصدقهوش وسمعني ايه يعني لتباختك يا فكرية هتعمل ايه هتقول للناس ايه هتقول للناس عبد النصر كده بازاي هتطلع علينا في فيديو بقى واتطلع بيان تقوليه يعني عايز افهم هتقوليه هتقول الحكم مطلعش ولا هتقول الله عبد النصر الحكم مزور تدي عاملة زي الجون اللي دخل الشبكة حد يقدر يقول الجون برا الكورة جو الشبكة والعالم كله شافها هتدفع يعني هتدفع هتدفع يعني هتدفع والظلم طهيا اللي عينصروك كلهم عيتنفخوا واحد ورا التاني كله عيتنفخ وهق الزمانك عيجي غصبا عنك وعنهم وعن اي حد بيشارك في حملات تشويه الناس المحترمة اهدار وقت بعد ما يسيب النادي مسئولية المدير التنفيذي وليس لمجلس الادارة اي علاقة بيها ولا يحاسب مجلس الادارة ايه جماعة تفكرني بالقرارات الدستورية اللي عصدرها محمد مرسي ومحدش عارف اغا ولا كنت عايز اتكلم في ده الا لما يطبع الحكم اغا lub hone اغا lub one نشاط شكرا من الله